السلام عليكم ورحمة الله هنعمل مع بعض شوكولاتة لازم نعرف ان كل الشوكولاتة اللي بشتغل بيها سواء بيضة تسع وعشرين درجة مئوية يعني كل الديكوريشن اللي انا هعمله معموله تيمبرينج مع عادة شوكولاتة واحدة بس من غير تيمبرينج هنقول لكم عليه شايفين الجمال نقدر نعمل بها ديكوريشن جميل شوكولات سيجار تحفة جميلة نقدر ناكلها وصحية مية في المية يلا نعملها مع بعض بابسط طريقة نقدر نعملها ديكور للاطباق زي ما انتم شايفين الجسد بتاعنا او الضيوب بتاعتنا هتنبهر في نفس الوقت قدمت بريزنتيشن جديد موسوعة الشوكولاتة لو اول مرة شاهدني اسمي احمد عبدالسلام يونس زي ما انت شايف لفيت الدنيا كلها جميع دول العالم تقريبا مية وعشرة دولة وجزيرة وجبتلك من كل بلد اكلة من المصدر صحية واصلية اول حاجة جبنا الشوكولاتة بيضة عملنا لها تيمبرينج ولوناها الوان شوكولاتة الشوكولاتة بتتلون الوان اسمها فات كالر او اول كالر او ليليوسيبول كالر دي الوان بتدوب في الشوكولاتة ما ينفعش تستخدم الالوان العادية لو انتها اللون الاورانج او اللون البرتقاني زي لون السجارة المارلبورو وفرت زي ما انت شايفين حوالي خمسة سنتي بالعرض بعد كده هجيب الادم او المتر اللي انتو شايفينه معدن او اي حاجة تقدر تحدد بيها وهشيل الزيادات انا عاوز بس العقب بتاع السجارة اللي هو اللون البرتقاني بشيل الزيادة وايدي سابتة طبعا على رخامة الرخامة جميلة جدا لشغل الشوكولاتة وهنشتغل على البلانشا او الطاعة الخضار هوريكوا تعملوا بها ديكور جميل جدا تابع الفيديو للنهاية فيديو طويل بس هتبقى محترف شوكولاتة ان شاء الله بشيلي الزيادات انا خدت بس اللي هو العقب اللي انا عاوزه بالزبط عديت عليه كده بالزبط بقت قدي عقب السجارة بشيلي الادم بتاعتي وابدأ احدد فيه جوه السجارة المرلبورو فيه خطين بالابيض فانا هحددهم زي ما نشوفين كده نصحبت اول خط طبعا الناس اللي بتشرب سجارة عرفة بروح رايح جاي عليه بحيس ان انا اعمل مجرى اما الشوكولاتة اللي بدأ تنزل فيها تديني التأثير بتاع الخطين وبالادم او بالمتر او بالمسطرة حسب ما كل دولة تسموها ايه بسحب الخط التاني كده عملنا الخطين البيض اللي جوه العقب بتاع السجارة المرلبورو بستخدم الفرشة بتنظفلي كويس جدا الفرشة لازم تكون جفة بعدي مرة تاني كده اتأكد ان المجرى او الخط فاضي عشان تنزل الشوكولاتة يبني التأثير وبالفرشة نضفت الرخامة بتاعتي او مكان ما هتنزل الشوكولاتة بسبوعي بحسس لازم تكون الشوكولاتة عامل كراستاليزيشن وده مش انجليزي يعني الشوكولاتة جمدت فيه ناس بتقول لي اما بقول تيمبرينج شوكولات ده بتتكلم انجليزي ده مش انجليزي هي اللغة زي ما بنقول تيفي انه هو في كل اللغات تيفي اللي اخترعوا قالك اسمه تيفي او تليفجن فكل اللغات تليفجن تيمبرينج هي الطريقة اللي انا بعادل درجة حرارة الشوكولاتة واخدناها في خمسين فيديو اكتب احمد عبدالسلام يونس تيمبرينج شوكولات هتلاقي الطريقة عملناها بنسخن الشوكولاتة 45 درجة مقوية على حمام بخار او مايكرويف ازا عندي وبعدين برجحها تاني ل28 درجة مقوية بحطها على حمام مية سقعة واقلب فيها لما تبقى 28 بعد كده برفحها الدرجتين تاني تبقى 29 درجة مقوية لو شوكولاتة بيضة ولو شوكولاتة صودة او ملكي 30 درجة بيبقى كويس جدا كده خلصنا اضفت العقب بتاع السجارة حطيت الشوكولاتة البيضة هبدأ افرد طول السجارة بيبقى في حدود 12 سنتي او 10 سنتي فانا هفرد الشوكولاتة بيضة على كل الاجزاء طبعا انا محدد فين اخر العقب بتاعي اللي هو اللون البرتقوني بروح واجه على الرخامة لحد ما تعمل كراستلايزيشن يعني تجمد تبدأ الشوكولاتة تجمد اسمها كراستلايزيشن ما تستناش لما الشوكولاتة تبقى ناشفة قوي يدوبك تجمد وتبقى سهل كده بنضف مكان العقب ببقى نهايته البرتقوني بس بجيب المسطرة تاني عشان احدد ال 12 سنتي او العشرة سنتي بتوع طول الشوكولاتة او طول السجارة وبشيل الزيادة الشوكولاتة عاوزة شغل طبعا ممكن ناس محترفة يطلع معها من اول مرة ممكن ناس تانية تاخد مرة واثنين وثلاثة لحد ما تعرف درجة حرارة الرخامة درجة حرارة الشوكولاتة وكل شيء في المهن اليدوية بالممارسة يعني ما فيش حد بيعمل حاجة كويسة او محترفة غير بالممارسة بعد كده بجيب السكينة وبسحب السجار او السجارة المارلبورو كده خلاص زي ما انت شايفين بعيد عليها تاني اضمن اللي هي مقفولة وادي السجاير المارلبورو بتاعتي جاهزة اقدر احطها ديكور على الكيك اقدر احطها ديكور لقطع الجاتو هتبقى في منتهى الجمال زي ما انت شوفته انا هبحطها على الاطباق الناس بيبقوا مبهورين بيها واهم من ده كله ان الناس بتفكر انت ازاي عملت دي شايفيني الاطباق شكلها جميل ده موس قهوة ومعه سجارة وطفية السجاير ديت او الاشتري الطفاية دي عبارة عن كرامبل من الشوكولاتة وزيسة البرتقال تعالى نعمل النجمة الجميلة دي ازاي نعمل وردة جميلة نجمة وشوفته شكلها حلو ازاي على الطبق بتنور الطبق وبتبين مهارة شي في الحلواني موضعه دي بسيطة جدا مجيس كيس بلاستيك او بلاستيك اسيتيت اي كيس بلاستيك عادي او فيه بلاستيك مخصوص بيبقى مستطيل اسمه بلاستيك اسيتيت بعمل دوت طبعا انا بحدد الشوكولاتة بلوينها ابيض احمر اخضر اصفر اللون اللي انا عاوزه بيكون تمبرينج شوكولاتي عن درجة حرارة دي 29 وبحط كيس عليها تاني وبالمسطرة بضغط الخط كله ليه؟ عشان زي ما انت شفته بتعمل لي الدايرة الجميلة دي كده يبقى انا لون اي لون انا محتاجه بجيب زبدة الكيكاو ولونها احمر واضفة للشوكولاتة والافضل الون الشوكولاتة كل 100 جرام شوكولاتة بيضة بتاخد من من 8 ل 10 جرام الوان شوكولاتة مش الوان عادية الوان اللي بتدوب المستخدمة للشوكولاتة غير الالوان اللي بتطرش على الكيك وبضغط طبعا كلنا عندنا القطاع ديت او نقدر نجيبها من السوق وبضغط عليها بيطلع معايا شكل الوردة ديت ممكن احطها في التلاجة او اسيبها على الرخامة لو ما عندي تكيف بتجمد والتلاجة بشيل الزيادة وتطلع للوردة الشيكي الجميلة دي احطها على ديكور كيكس او انا عملت نفس الوردة بس اقطعته مستطيل حيطة صغيرة عشان احطه في الصاج الفرنساوي الصاج الفرنساوي اللي هو ملوي فتبقى الوردة بتاعتي كأنها وردة من عجنت السكر شكلها جميل وشيك جدا تعالى نعمل الدكور اللي هو الدارة المفرغة دي بسيط جدا وزا ما نشايفين بينطق على اي كيك على اي طرطة بيبقى تحفة هنعمله مع بعض بطريقة بسيطة مش بس كده وهنعمل الدكوريشن الشيك ده كمان اول حاجة نقول بسم الله الشوكولاتة تيمبرينج الشوكولاتة اللي بدها 29 درجة مقوية بفردها على بلاستيك اسيتيت وبسحبها بالمشت كلنا عندنا المشت ده وبستنى لما تبدأ تجمد ما حطهاش وهي سايلة لازم احط سباعي الالوان بتاع الشوكولاتة ما تدخلشش فيها بعض فبسحب الشوكولاتة واستنى من 40 ثانية الى دقيقة او دقيقة وشوية واجيب الطعم دورة الحجم اللي انا عاوزه ولفها عليه يبقى بفرد الشوكولاتة واعمل السترايبس بالمشت او الكمب اسحب خط مستقيم زي ما انت شفتوا وبعد كده بستنى لما تبرد شوية بحط كيس بلاستيك عليها وبحط القطاعة ولفها فردنا شوكولاتة بيضة تانى درجة حرارتها كام 29 درجة مقوية ممكن اعمل خط ريجة بالمعلقة زي ما انتو شايفين وافرد كيس تاني عليها وبالقطاعة زي ما انت شفتوا او بالسكينة او باي حاجة انت تقدر تقطع بيها وابدأ اقطع القطر بتاعي الاحجام اللي انا عاوزها كده زي ما انتو شايفين بلفها على اي شكل دائري ويديني الشكل اللي انتو شفتوه على الطبقة بفرد شوكولاتة تاني الشوكولاتة متعة في الدكور وبتدي جمال سواء هاشتغل بيها كيك هاشتغل بيها تورته ودلوقتي عندنا بفهات الكريسماس والنيويير هنعمل بيها اشكال جديرة سحبنا خطوط مستقيمة بالمشط شلنا الزيادات استنينا شوية لما تعمل كريستليزيشن دلوقتي تعلمنا انجليز كريستليزيشن يعني بتنشف تمبرينج يعني بنعادل درجة الحرارة بصوا قطعتها نفس البتاع بال نفس الخط انا قطعته عملته شبكة عكس عكاس او سانبوكس زي ما انت بتقول عليه كده انا عندي الشكل الجمالي ده زي ما انتوا شايفين عندي شباك من الشوكولاتة قدر احطه على الكيك على طول كل ما انا بشتغل لازم اقى 29 درجة مقوية لان انا بعد ما بشتغل بعد شوية ممكن تبرد فلازم اسخنها تاني ارفع درجة حرارتها شوية عن 5 دقايق في المايكرويف او 5 ثواني على حمام البخار لما تبقى 29 وابدأ اشتغل تاني يبقى كده من الدكور البسيط ده عملنا اربع اشكال عملنا الدائرة المفرغة وعملنا المربع المفرغ وعملنا الشباك المقفول ودي شكل تاني مهم جدا زي ما انتوا شايفين اما نيجي نقطع بخط مستقيم نقدر نعمل بيه كل اللي انا عاوزه ادي قطعته تاني واعمله زي الخط الاولاني وبضهر المشت يا دوبك بحاول الزق اللي اتنين مع بعض دي بص لفيته فهيطلع كل الشباك واحد كل الدايرة اللي انا كنت حطيتها في اول الطبق اللي انت شفته ده نخش نعمل طريقة تاني الشبكة المفرغة دي شوكولاتة سودا او دارك شوكولت درجة حراريتها 30 يبقى كل الشوكولاتة المستخدمة عملت لها تيمبرينج وكل خمس دقايق بحط الترمومتر في الشوكولاتة اشوف درجة الحرارة ارتفعت او نزلت طبعا هي ما بترتفعش لكن لو انا حطيتها مكان حاجة سخنة ممكن درجة حراريتها بترتفع فلازم اتأكد كل خمس دقايق درجة حرارات الشوكولاتة كده سحبت بلمشت خط مستقيم بمسك طرف طبعا لو عندي بلاستيك اسيتير بيبقى اجمل لانه ما بيتحركش زي كيس البلاستيك استنى اول ما بيبدأ يجمد بحط دي وبحط الدرجة المفرغة وبجيب توسبيكس اللي هي خلة السنان او بجيب اي عود زي ما انتوا شايفين يعني حاجة دي حلوة بتعمل حز حوالي زي ما انشايفين اللي سود الصغير ده حوالي 2 ملي فبتقوي الشبكة اكتر وبقى نقدر نعملها زي ما عاملنا في اول فيلم نلف القطاع يمين وشمال نلف القطاع يمين وشمال او بال بعملها بخلة سنان او بالترمومتر انا افضل الترمومتر لانه بيديها قوة اكتر كده تمام بنخش على اللي بعده ده الدكور ده بس استخدم فيه الالوان العادية دي الوان عادية بقوله انا بعمل لها حاجة اسمها intensive color يعني بعمل لون مركز بكيه معلقة لون بودرة وحط عليها نص معلقة مية الالوان دي الوان عادية مش الوان شوكولاتة اللي احنا اشتغلناه قبل كده كله الوان شوكولاتة بس دي ما تنفعش غير للدكور ده بس ما ينفعش تعمل به اي حاجة تاني لاما هيبوز ادي زبدة كاكاو طبيعي سايحة 30 درجة مقوية بحط شوية على ورقة سيليكون او بلاستيك اسيتيت او كيس بلاستيك وبحط لون المكسف اللي انا عامله من المية طبعا الافضل احط الوان شوكولاتة لكن الدكور ده مش مهم بروح واجه فيه لما يعمل كراستليزيشن حسيت ان اللون خفيف بدي سنة لون مكسف يبقى اللون المكسف لون بودرة مية بحط معلقة ونص معلقة مية عشان يبقى مكسف جدا وكل ما يكون نوعه كويس كل ما يكون افضل زي ما انتو شايفين زبدة الكاكاو بدأت تجبط بكون عامل تمبرنج للشوكولاتة طبعا الدكور ده بسيط واقدر اعمله كزا شكل يعني واقدر اعمله كزا شكل ايه دي درجة الحرارة 29 شوكولاتة بيضة هنزل على اللون اللي متلون بزبدة الكاكاو وبالاسبتول بحاول اساويه 2 ملي 2 ملي ونص كل ما شوكولاتة كانت ريئة كل ما استفدنا وطلعت احسن كده خلاص بروح واجب اللي سفاتول لحد ما تعمل كراستريزيشن او تبدأ تجمد بص جمد بحط اصباعي ما بيلزقش يبقى كده اقدر اقطعها مربعات او مسلسات او اي دكور انت حبه وممكن بيقطعها مدورة بس بنظف لو عندي العجلة دي جميلة جدا بيتفدني او بتسرع من الوقت بسحب لون يبقى احنا عملنا عرض حوالي 6 سنتي وبعد كده عملنا طول في حدود 2 سنتي وهنا بضهر السكينة بضهر السكينة مش بس انها عشان ما تقطعش ورق السيليكون وبروح سنبوكس الحد ده ما بخلص بجيب كيس بلاستيك علي وابدأ الفه على اي رول خشب او بلاستيك عندي وبحطه في التلاجة وكده ديكور جميل جدا بعد اما شد في التلاجة 10 دقايق شلت الرول بلاستيك وعندي ديكوريشن جميل جدا زي ما انت شايفين اقدر احطه على كيكس او جاتو نفس الطريقة فردت زبدة كاكاو بالالوان وبعد كده عمل لها بايبينج او ابدأ اكسر الكيس شوكولاتة بيضة نقط صغيرة حسب الحجم اللي انا عاوزه طبعا لازم اراعي مسافة كبيرة بينهم وبحط كيس بلاستيك عليهم وبجيب كوباية او اي سطح حفلات واضغط على النقطة هلاقيها وسعت وبقت زي القرش ادي نوع بسيط جدا ديكوريشن اقدر الف به طرط اقدر احط على كيكس اقدر احط على جاتو وطبعا انت بتشغل مخيلتك وكل واحد الكرياتيف او الابتكار بتاعه نخش ادي الدكور ده لانا بعمل منه كل الورد اللي بتشوفوه على الشو بيس طبعا درجة الحرارة قلنا يبقى اي شوكولاتة بشتغلها لو بيضو 29 درجة مقوية لو سودة 30 او ملك 30 بعمل الدوت قد بعده وبعدين اخبطها حيث افتح لونها او اوسحها وخلة سنان او بالسهم بتاع الترمومتر بامش خط مستقيم امش مستقيم وبعدين زي ما انتشافين هرفحها فوق هتبدأ ورقة الوردة بتنزل لتحت اصغر لو عاوزين فيديو ازاي نعمل الوردة دي انا عامل كزا فيديو موجود على القناة ادخل على قائمة الشوكولاتة او قائمة اصناع الشوكولاتة تلاقي اكتر من 59 فيديو كل حاجة عن الشوكولاتة تتقيلها في الدنيا ياريت تشتركوا في القناة يا شباب وتفعل زر الجرس عشان احنا بننزل ثلاثة او اربعة فيديو اسمعين الديكور ده بتاع ورقة الشجرة مهم جدا لازم احط في كوباية ماينفعش تعمله غير بالسكينة والكوباية بنزل ضغطة بسيطة وبعدين ارفحها وارجع بيها الورا طبعا النوع ده بس لازم يبقى على حرف الترابيزة ماينفعش تعمله جوه الترابيزة لازم تتحكم فيه ادي الشوكولاتة بمسح الظهر بتاعها وانزل زي ماينفعش شايفين ودي مع التعود هتبقى فيها محترف بس بعمل الحجم اللي انا عاوزه ولو عندي صاج فرنساوي اللي هو الصاج المعوعوك او بحطه جوه رول زي ده بحطه في التلاجة ادي الديكورش طبعا ده سيمبل هنعمل زي ماينشافين اللي وردة دي بسخانها بالنار طبعا ده هيتر سخان ودي ورقة الشجر بسحبها زي ماينشافين من الناحيتين واقدر احطها على قطعة الكيكة والجاتو شكل في منتهى الشياكة والجمال اقدر ادكور بيها الاطباق بتاعتي الويدنج اي حاجة انتو عاوزينها لمخيلتك واقدر اعمل ورقة الشجرة اخضر احمر اصفر ابيض كل الالوان اللي انت متاحة احنا معانا الستاندر على صنطي بس على الكيك بيبقى شكله في منتهى الجمال انا عامل سيمبل بس ازاي اللي انا لمسة بسيطة تقدر تنور الطبق بتاعها وقطعة الجاتو او الكيكة او البودنج طبعا ده نفس الطريقة انا رشيت كاكاو وحطيت عليها دوت وضغط عليها بضهر الكوباية زي اللي عملناه في اللون الاصفر وده انا عملته في فيديو قبل كده ودي ديكور بسيط بينور البوفي بتاعي هنعمل عش البولبل او عش الطائر زي ما بتقوله وزي نلفه دي الشوكولاتة الوحيدة اللي ما عملهاش تنبرينج لازم تكون درجة حرارتها ستة واربعين او خمسة واربعين يبقى الدكور ده ما ينفعش في التنبرينج عملته تنبرينج مش هيطلع يبقى انا وهي سخنة خمسة واربعين درجة مقوية بعب زي ما انتشايفين الكورنيه ولازم البلانشة دي تبقى في الفريزر على الأقل لاربع ساعات الافضل رخامة بس طبعا البلد اللي انا فيها مفاش رخام فبحط البلانشة او القطاع البيضة دي اللي احنا بنقطع لها القدار بحطها في الفريزر لا يقل عن أربع ساعات بعد كده بابدأ زي ما انتشايفين بالسكينة ألم الشوكولاتة ودلوقتي بقى عندي زي الكنافة او عش البلبل من الشوكولاتة اقدر احطها فوق الكيك فوق الجاتو اقدر اعمل منها اشكال كتيرة وانت ومخيلتك طبعا البلانشة بتاخد مرتين بالكتير قوي ما اقدرش اعمل منها اكتر من مرتين لانها بتبرد يبقى الشوكولاتة دي الوحيدة لازم تكون درجة حرارتها 45 وما ينفعش بالشوكولات كومباون الدكور ده كله بشوكولاتة مستوردة سواء بلجيكي او فرنسي كده ادعش البلبل اقدر اتحكم عاوز كبير عاوز صغير انت وزكائك دلوقتي نلف قطعة الكيك بالشوكولاتة بقطع حتة ورق الاول على قد الكيك اللي انا عاوزها بيبقى زي الستاندرد ودي زي ما انتو شايفين هفرد على طول والرقامة بقى لها خمس ساعات في الفريزر يعني دي لازم تكون في الفريزر وبروح واجه بسرعة لانها هتشد بسرعة وبعد كده اقطع الملد بتاعي او الشبلونة او قطعة الورقة اللي انا عملت بيها المقاس طبعا يا شباب الشوكولاتة متعة واللي اشتغل في الشوكولاتة عارف انا بقول ايه وكل ما تتعف في الشوكولاتة كل ما تشغل فيها كل ما التعلم اكتر وتبقى اسرع فيها ادي زي صندوق الهدايا عملناه وكده اعتبر احنا جمعنا كل انواع الشوكولاتة او كل جرنش بتاع الشوكولاتة في فيديو واحد لو عاوز تعمل اشكال في عجينة الشوكولات بلاستيك اكتب على اليوتيوب احمد عبدالسلام يونس شوكولات بلاستيك هتتعلم ازاي تعمل عجينة الشوكولات بلاستيك وازاي تعمل منها اشكال وبوكسات ودكوريشن وتنشف منك وانت قاعد في الغرفة بدون تلاجة بدون اي حاجة كيب انا عاوز قطعة الجاتو مدورة او مربعة يبقى لازم اعمل شابلون على قدها واشتغل عليها في ناس كتير يا شباب بتبعثلي تقول لي يا شيف عاوزين بديل الكولوكوس بديل الكريم شانتي بديل الفرش كريم بديل الحليب طبعا ده كل الكلام ده غلط والاسف فيه شفات بتعمل كده فافسدت ازواء الناس الكريم بروليه ما نفعش يتعمل بلبن او بحليب لو تعمل بحليب بقى كريم كراميل فلو انت عاوز تعمل حاجة بحليب اعمل كريم كراميل الماكرون بتعمل بلوز بودرة مش بكاجو مش بفزدق مش ببندق فلو انت عاوز تعمله بالسوداني الناس بتقول يعمله بالسوداني طب في حاجة اسمها السودانية او فولية او حمصية كلها ما تعملش ماكرون لانت لو عملته بيعته فانت كده بتغش الناس ولو انت عملته وكلته انت بتغش نفسك فلو ما عندكش مقدرة تعمل بسبوسة بالكريمة مش لازم تعملها ويعمل حاجة حلوة برضو زي الزلابية والكنافة والقطايف مش محتاجة لكريمة ومش محتاجة اي حاجة فعشان ما تبوص الزوء العام لو مش في استطاعتك مش مهم في حاجات كتير رخيصة جميلة زي لقمة القاضي جميلة جدا وما فيه اي تكلفة فيه نوع جميل في تونس تحف سيدي بسعيد ده كل اللي عليك دقيق ومية وخميرة وسكر بضرة ونسبة التهيب اللي عليه فمش لازم يعني ان انت تغير في كل المأدير لان انا لا بغير بالمأدير ولا بشتغل بالكباية عشان الحمد لله قناتي بقالها 13 سنة مفيش حد خد رسي بواحد وتلع غلط او جربه وبص منه لان انا بشتغل بالميزان اللي انا بالرعي ربنا فيه اتمنى يكون عجبك الفيديو ويكون ده مرجع ليك انك تعمل كل ديكور الكيك احفظ الفيديو عندك ولو عجبك الفيديو ان شاء الله يكون عجبك ادعي لأمي وابي بالرحمة من قلبك واكتب لنا في التعليقات ايه اللي انت عاوست تعلمه في الحلواني وان شاء الله من البداية لحد الاحتراف ليه تتعب اكتر اما ممكن